لح نحاول مع بعض نفسر في الخيار هلأ ارتفاع الخميرة القالبة للانجيتنسي هلأ أنا حي عم نقول إنه هاي الإصابة عضل وجلد عضل وجلد نحصر برأسنا إنه هذا المرض بس عضلاته جلد ماشي معناتها هلأ الخميرة القالبة شوين نستبعدها ما دخلها نطلع الخيار اللي بعده الضاد الدناء السنائي الطاق كمان شوين نحطه على جناب هلأ عندي الخيار C خلايا عالطال ابي الشريان الصدغي طي بطلع هيك هلا أنا الشريان الصدغي التياب الشريان الصدغي يمكن أن أخذينه بيكون الطلاب الرابع تسل globalization شو كان في مواد اه بالأمراض أخذينه هذا بحده اللي أخذينه عند الدكتور فريز اخذين التياب الشريان الصدغي كله يعرف طيب شو هذا التياب الشريان الصدغي نتذكر أنه هو كمان التياب بي أوعية النوع من الطيابات الأوعية تتميز بجود هذه الخلايا العرطلة وشو الشي نموذجي فيه أنه يأتي المريض إما إصابة بالرؤية أو عرج فك متقطع يعني لما ياكل بيجعوا فكوا بيتعب أو بيجيني بأعراض عامة مع تعب مع ارتفاع وارتفاعي يعني عليك وارتفاعهم بسرعة التسفل فوق المية غالبا وحمى وأعراض عامة وآلام مفصلية بيجي بحالة عامة يعني متأسي بيكون تعبان وبدأ يكون إجباري فيه عندي شي دني إنه فيه فوق مشكلة يعني إما عرج بالفك يعني شو لني عرج يعني لما عم يقوم بجهد معين بهذه المنطقة عم يصير فيها تعب نتيجة نقص التروية أو ممكن بأسوأ الأحوال يجيني بحالة إصابة بصرية رؤية عامة والأسف هذا عامة غير عكوس مشان هيك هذا المرض أول ما شك فيه بعطي جرعة عالية من شو من شو ستيرويد ممتاز ستيرويد كتير هاي المعلومة بتهمني طيب نطلع هيك هاي المعلومات كلها يذكرناها نطلع بالرابعة بيعرفوها بالأمراض مم مم نطلع هيك أكيد ما في ولا شي من هالمعلومات هاي بهالحالة فمشان هيك منأكس عليها أكيد طلاب الرابعة كلها المفروض يكونوا استثنوا هاي هلا ليه بعدو قضاد جو سيم المركزين اي ما شوي هاي في عندي أخشي قضاد جو طب هلا أنا كطالب رابعة استثنائت هذا الجواب بيمكن ايه برابعة عليكي صح أنا كطالب رابعة استثنائت ايه و سيم المعلوماتي السابقة كتير كتير ممتاز هلا لأنه الخميق الاسي انهيبتاز بيرتفع أكتر شي وانسي عفوا الانظيم بيرتفع بهجمة الساركويد يعني هون الخيارات بMRCP ما بتنحط هيك جو زافا كل خيار مدروس الساركويد لأنه فيه إصابة جلدية فنحط هذا الخيار لأنه بيرتفع بهجمة الساركويد يعني ممكن تسجدوها المعلومات لبعبين ما بهمني لا بهمني أنا كطالب رابعة عرفت أنه نقي نوع من أنواع القضاد يلي الحلائية مرتفعة بهذا المرض وعادي جدا ما عارف لذلك لحنوقف استنتاجنا عنده طيب لحنقول هذا المرض اسمه التهاب الجلد والعضل هيك اسمه مثل ما شطوا إصابة جلدية وعضلية يتميز معناتها بيرتفاع القضاد المعنية بالعضلات وأهم قضاد الجو وفي قضاد مآي 2 وفي قضاد تانية وفي قضاد النوا لاحظوا مشايك قضاد النوا مو مخطوطة هنا وفي عندي أهي بس أكتر شي مخبريا وفي عندي ارتفاع بالسي كي كدي يعطينين كاينيز لأنه في عندي إصابة عضلية طيب هلأ أنا كطالة برابعة أخذ معلومة double strand DNA قضاد ترتفع في زئبة خاصة الزئبة الفعالة بتدني على أن زئبة الحماوية جهازية أكيد كمان أخذينها بكتير مواب بكل معده بيحكوا عليها بكل معده بيحكوا عليها فأكيد عنكم فكرة عنها أنه هي إصابة كمان مناعية جهازية الزئبة هي المرض المناعي الأكثر جهازية يعني هيك كان فيه سلم شيوم بفرجيكم سلم للأمراض المناعية من الأكثر نوعية للأقل نوعية فكان من هاشيموتو هاشيموتو المرض المناعي الأكثر اختصاصا بالجهازي اللي هو بيصيبه يعني بالدرق والمرض المناعي الأكثر جهازية هو موز بالحمامية الجهازية ما فيه أي نوعية ممكن يضرب أي إرنب الجسم أي مكان شان هيك معاييره إذا عش معاييره أكتر ففيه قرحات فموية فيه إصابات كلوية فيه إصابات جلدية طفح الفراشة فيه ارتفاع أضاد نوع إلى آخر فالدبل ستراند بس هيك اكتبها المعلومة عندي إنه تدني على فعالية الإصابة الكولوية بالزئبة إلى آخر بكفي هلأ الأضاد الجسيم المركزي كمان هاي الأضاد بشوفه أكتر شي بصلابة الجلد كمان ما بهم هلأ كمان هذا مرض مناعي بصير فيه يعني بصير في عندي تليف بالجلد بتضيق الأوعية بصير في عندي مثل أعراض الاحتشاءات يعني مثل هيك النقص دروية بالأعضاء وفيه له علامات مميزة إن شاء الله بحط عليه حالة شنية ومن نقشه ما نحن بدأ نتوسع كتير بالخيالات لأنه كتير يكفي هيك يكفي هذا القدر لأنه لسه ما لدينا معلومات عن الأمراض فهيك ممتاز الجواب هو أنتيجو أخذها كمعلومة بلخص فيها التياب الجلد والعضلات إنه هو مرض يصيب الجلد والعضلات مثل ما شفنا الإصابات الجلدية المميزة يلي هي على البراجم سطوح المفاصل تبع الأصابع والهليوتروب علامة النظارة هاي اللي شفناها الطفح حول العينين اسمه هليوتروب أو علامة النظارة وفيه عندي أضاد الجر وممكن ارتفاع بسيكل بكفيها الخمس معلومات طبعا نضع في العضلات داري ما ننسى حول هذا المرض بك لنا اللي ما تغدوه بالنظري هتلاقوا الأمور فراطة